الترتيبات الأولية لعقد قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تسير على قدم وثاق وتم تحديد يوم الثلاثاء الثاني عشر من حزيران الجاري موعدا للقاء حسب ما قاله البيت الأبيض وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بأن فريق ترامب يستعد في شكل مكثف لهذه القمة مؤكدة أن تقدما كبيرا أحرز في المفاوضات مع بيونغ يانج قبل أيام من هذه القمة غير المسبوقة بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوريا الشمالي وأضافت ساندرز بأن ترامب يتلقى إفادات يومية بشأن كوريا الشمالية من فريقه للأمن القومي وحول احتمال أن تكون واشنطن قررت تليين موقفها إزاء بيونغ يانج بعد التصريح الأخير للرئيس الأمريكي الذي رفض فيه الحديث عن ممارسة أقصى ضغوط على النظام الكوري الشمالي خلافا لما دأب عليه منذ وقت طويل قالت ساندرز إن الموقف الأمريكي لم يتغير من جانبها قالت حكومة سنغافورا يوم الاثنين أنها خصصت منطقة بوسط المدينة تقع بها وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية وعدة فنادق كبيرة منها فندق شانغريلا الذي ذكر كمكان محتمل لعقد القمة لتكون منطقة لحدث خاص في الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من حزيران الجاري وهذا هو أول إعلان لتوقيت أول اجتماع بين الزعيمين بعد أن استقبل ترامب قبل أيام قليلة وفدا كوريا شماليا رفيع المستوى في البيت الأبيض نقل إليه رسالة من كيم شكرا